اهلا بكم مع اخبار الرياضة قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم اجراء تعديل على مكان اقامة عدد من مباريات الاسبوعين الاول والثاني من دور المحترفين لكرة القدم والتي كانت مقررة على استاد الحسن جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر الاتحاد امس الثلاثاء حيث تقرر نقل مباريات الاسبوعين الاول والثاني من بطولة الدور الى ملعب الامير هاشم بن رمثة كما جاء هذا التعديل استجابة لطلب رسمي تقدمت به مدينة الحسن الرياضية لعدم صلاحية ارضية الملعب اما فيما يتعلق بباقي المباريات المقررة على استاد الحسن فقد تقرر تأجيل البت بالمواعيد الجديدة واماكن اقامة المباريات حتى تتضح الرؤية فيما يخص صلاحية الملعب غادر اليوم الاربعاء وفد المنتخب النسوي لكرة القدم الى مانيمار للمشاركة بالدور الثاني من التصفيات الاسيوية والتي ستقام خلال الفترة من التاسع وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة منتخبات الاردن والصين تايبيه ومنامار والتايلاند وفيتنام ويستهل المنتخب مشواره في التصفيات بمواجهة المنتخب المستضيف في الرابع عشر من هذا الشهر يليه لقاء الصين تايبيه في السادس عشر ثم تايلاند في الثامن عشر ليختتم مشواره بلقاء منتخب فيتنام في العشرين من الشهر نفسه وأكد مدرب المنتخب خضر عيد على جاهزية اللاعبات حيث أنهينا تحضيرتهم الفنية والبدنية قبل السفر من خلال التدريب الذي أجراه المنتخب أمس الثلاثاء في الصالة الرياضية والتدريبات الفنية والبدنية خلال الفترة الماضية على ملعب البولو بالإضافة إلى خوض بعض المباريات الودية مع الأندية المحلية والمنتخب المغربي افتتحت اليوم في مدينة الحسين للشباب فعاليات ورشة عمل بعنوان إدارة المرافق والملاعب الرياضية وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والتي ينظمها معهد جسور القطري التابع للجنة العليا لملف تنظيم كأس العالم 2022 وتأتي هذه الورشة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب وبمشاركة العديد من الشخصيات العالمية ويحاضر فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين حول العالم وفي مقدمتهم مدير العمليات في استاد المراكانة في البرازيل لويس سلفا ومدير الأمن واستشاري تقييم الأخطار في المركز الدولي للأمن الرياضي مالكوم ترابيت الورشة أقيمت لتعزيز الشراكة بين المجلس الأعلى للشباب ومعها جسور القطري بهدف تدريب عدد من الشباب الأردني للعمل في ملف استضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن 17 عاما محل جسور يعتبر من أحدث مراكز التمييز في مجال إدارة رياضية وإدارة الفعاليات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هدفنا هو أعداد كوادر بشرية قادرة على تمكين استضافة فعاليات كبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمستوى عالمي تواجدنا اليوم في الأردن الشقيق لتقديم ورشة عمل مدتها يومين دائما اليوم بإذن الله في إدارة المرافق الرياضية والملاعب في الأردن طبعا مثلما أنت عارف تتمييز الأردن بعدد كبير من البنيوز أو المرافق الرياضية فإحنا بمعجز فردورنا أن نعد الكوادر البشرية القادرة على إدارة هذه المرافق عقدت أكاديمية عمال للتنس اليوم مؤتمرا صحفيا للتعريف بمهرجان ليكزس للتنس 2015 والمقام حاليا على ملاعب الأكاديمية برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين وبمشاركة 130 لاعبا ولاعبة من جميع الفئات العمرية وينظم المهرجان يومي الخميس والجمعة مباريات استعراضية بين لاعبين محترفين تصنيفهم من أفضل سبعين على مستوى العالم بالإضافة إلى يوم تنسي عائلي مع البطلة الدولية السابقة ماري بيرس التي سبق لها وانتوجت بلقب بطولة فرنسا إحدى البطولات الأربع الكبرى مهم جدا كان تواجد شركة بحجم الشركة المركزية لاكسس ببطولة من مستوى زي ما نحن نشوفه اليوم بالنسبة لنا الفئة العمرية الموجودة كمان كانت في البطولة هي فئة مستهدفة لنا لأنه بهمنا كتير تحت عمر 8 تحت عمر 10 تحت عمر 12 دليل أكبر أنه عم بيحاولوا يتخصصوا أكتر بالعمر ويعطوا كل عمر الحق المكتسب إليه بالنسبة ليوم الجمعة المباراة النهائية للرجال بتبلش على الساعة 10 الصباح وبالنسبة للفعالية اللي هي اليوم التنس العائلي مع ميري بيرس بتبلش على الساعة 3 على الساعة 4.30 بنبلش المباراة الاستعرضية بين اللاعب ماريك الجزيري واللاعب الفنلندي العالمي ياركو نمينن المباراة بتبلش على 4.30 بتنتهي تقريبا على 6.30 وأي حدا بحب يجي يحضر نحن بالعكس البواب الأكاديمية مفتوحة إن شاء الله بس يجوا يحجزوا التذكرة ونحن معنا مشكلة صعيد اللاعب السربينوفاك جوغوفيتش إلى الدور النصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى والمقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز وفي الدور الربع النهائي تغلب جوغوفيتش على الإسباني فليسيانو لوبيز ليواجه في الدور المقبل الكرواتي مارين سيلتش الذي تأهل على حساب الفرنسي جو ويلفريتسونغا ويبحث جوغوفيتش بطل عام 2011 عن لقبه الكبير الثالث هذا الموسم والعاشر في مسيرته